خارطة سياسية جديدة هو ما يدفع به الحراك الشعبي بالجزائر في ظل الأزمة الراهنة مطالب التغيير المرفوعة عصفت بأحزاب تصدرت المشهد السياسي خلال العقدين الماضيين وسرعان ما توارت قياداتها على الأنظار لأسباب عديدة من بداية الأزمة أنا نقوله يجب محاربة الفساد السياسي عندما تفتح وسوف يفتح ملف الفساد السياسي سوف تجد ربما العدد كما انفضح البعض سوف تجد ربما البعض الذي كان يدعي السلطة هو ليس من السلطة وسوف تجد البعض ربما الذي كان يدعي المعارضة أنه ليس من المعارضة وإنما يؤدي أدوار وظيفية ولذلك الزلزال هذا سوف ينهي الأدوار الوظيفية لأي مكون من المكونة سوف تتشكل طبقة سياسية في اعتقادي جديد وأحزاب منظومة حزبية جديدة إحدى أمارات ذلك تعجيل الحراك الشعبي بتحريك ملفات فساد ثقيلة تورط فيها قادة تشكيلات سياسية بارزة واقع كشف أحزابا سياسية على حقيقتها الحراك قد خلق هذه الطبقة السياسية الجديدة وأثرت تأثيرا بالغا في مسار السياسي منذ 22 فبريلي لأننا شاهدنا كيفاش الأحزاب الموالات ولما كانت هي القوية داخل المجتمع والمؤثرة أصبحت لا تمثلوا شيء رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي في السجن رئيس حزب جمع التحليل الوطني السابق في السجن رئيس حزب العمال في السجن إذن رئيس حزب الوطني الوطني في السجن إذن هؤلاء من الشخصية وهناك شخصية أخرى سوف أحزاب أخرى سوف تلتحق ولئن نجح الحراك الشعبي في الكشف عن حقيقة عدد من الأحزاب فإن دفعه لخوض أخرى أدوارا سياسية متقدمة على سبيل حل الأزمة يؤكد أن الخارطة السياسية بعد الحراك مختلفة عما قبله شكرا